أخيراً تصدير أول شحنة للنفط الخام من شبوى بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات ميناء العالم على البحر العربي كان هو خط تصدير هذه الشحنة التي قدرت كميتها بخمسمائة ألف برميل المستأنف إنتاجها من القطاع S2 في حقول العقلة عبر الشركة الأجنبية مالكة الامتياز للعمل OMV والتي سجلت هي أيضاً قبل شهرين من العام الجاري أول عودة لشركات النفط الأجنبية إلى اليمن منذ مغادرتها عقب انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2014 الشحنة التي نقلت عبر الشاحنات من الحقل النفطي إلى خزانة التفريغ في منطقة النشيمة تأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة تشغيل القطاعات البترولية وإعادة نشاطاتها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني المنهار فعجز الموازنة وتأكل الإحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وتدهور قيمة العملة الوطنية المتواصل تفاقمت نتيجة تعثر صادرات النفط والغاز استحداث خطوط تصدير عبر موانئ شبو الجنوبية جاء للتخفيف من آثار سيطرة ميليشيا الحوثي على مناطق مرور الأنبوب الممتد من مأرب وكذا ميناء الحديدة ورأس عيسى النفطي على البحر الأحمر مراقبون يقولون أن خطوة استئناف التصدير من شبوى هذا على أهميتها ليست كافية ما بقيت الموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية تحت سيطرة الحوثيين خاصة وما لاستئناف عملها من أهمية في تحصيل الموارد والعوائد لصالح دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وكذا تحصين أدائها ومنع أي انتهاك للمادة الرابعة عشر من قرار مجلس الأمن 22-16 الخاص بإجراءات حظر توريد الأسلحة للحوثيين المتسببة في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الحالة الإنسانية سيطرة الحوثيين ليست العائق الوحيدة أمام عملية استئناف التصدير فهذه الشحنة مثلا سبقها العديد من العقبات رغم أن شبوى محافظة محررة وتمحورت كلها حول الأطمع الإماراتية في الجنوب كان ما تعرض له وزير النقل صالح الجبوان أحدها حيث منع موكبه من الوصول لميناء قناء ببلحاف لوضع حجر أساس له بأوامر صريحة من قيادة الجيش الإماراتي المسيطرة على المحافظة ومنشآتها بهدف الإبقاء على مشاريع مشبوهة لتهريب النفط والسلاح بحسب الوزير أجندات ومشاريع مختلفة حولت البلد لحلبة صراع وساحات تنافس لتحقيق مصالح إقليمية وجعلت من الحكومة الشرعية الطرف الأضعف فيها